اشتركوا في القناة احنا هنسمع محادسة مع بعض وبعد ما نسمع المحادسة كاملة هنبدأ ناخد فقرة فقرة ونطلع منها التعبيرات والجمل اللي احنا محتاجين نذكرها ونحفظها ونمارسها علشان ما تتنسيش وبعد ما نخلص الجمل دي هتسمع المحادسة مرة كمان يلا نبدأ بس تتركز معايا ومتتشكلش في حاجة وانت بتسمع المحادسات دي طبعا هو بدأ الكلام بالتعبير اللي احنا سمعناه good morning هناخد هنا اربع تعبيرات انت عارفهم من قبل كده good morning good afternoon good evening good night good morning دي بتقولها الصبح صباح الخير good afternoon دي بتقولها من بعد الظهر لغاية الساعة ستة مساء لغاية غروب الشمس بعد غروب الشمس بتقول good evening good evening good evening good evening بالليل قبل ما تنام بتقول good night تصبح على خير good morning صباح الخير good afternoon دي بتتقال من بعد الظهر لغاية غروب الشمس او الساعة ستة good evening دي بالليل good night تصبح على خير بعد كده بوب سأل المدرس وقال له how are you doing يعني عمل ايه او كيف الحال في الانجليزي علشان تسأل حد عن حاله عندك formal ways للطرق الرسمية والinformal ways للطرق غير الرسمية الفورمال ways الطرق الرسمية دي بتستخدمها مع حد ما تعرفوش او حد اول مرة قبله او حد اكبر منك سنا او مقاما زي المدير بتاعك او شخص اكبر منك في السن او المدرس بتاعك ودي بنستخدم فيها how are you doing يبقى how are you doing دي formal way يعني طريقة رسمية تسأل بها حد هو عامل ايه وعلشان هنا بوب بيكلم المدرس بتاعه فاستخدم الطريقة الرسمية او formal way ليه how are you doing في informal ways طرق غير رسمية دي بتستخدمها مع صحابك مع حد انت تعرفوه ودي لها طرق كتير هناخد منهم تلاتة how is it going how is it going what's up how is life يبقى لما تيجي تسأل حد how are you عامل ايه او كيف حالك في formal ways الليه how are you how are you doing وعرفنا ان دي بتستخدمها مع الشخص الاكبر منك سنا او مقاما او الشخص اللي مفيش بينك وبينه سابق معرفة وفي informal ways طرق غير رسمية ودي مع صحابك او الناس اللي انت عارفهم قبل كده how is it going what's up how is life نسمع بقى المدرس رد عليه قال له ايه ركز good morning bob i'm doing well and you رد عليه التحية قال له good morning صباح الخير i'm doing well يعني انا بخير هنقف هنا نعرف لما حد يسألك عامل ايه او كيف حالك ترد عليه ازاي في طرق كتير للرد منها التعبير اللي موجود قدامك i'm doing well يعني انا تمام i'm fine انا بخير او things are good الامور تمام او لو انت مش مبسوط قوي ممكن تقوله not bad ليس سيئا يعني همشية في الفقرة التانية بوب بيقدم للمدرس صديقه بيل نسمع قال له ايه this is my friend bill he thinking of joining our school would you mind telling us about the process لما كان بوب حابب يقدم صديقه المدرس بدأ ب this is this is هذا يكون لما ديجي تعرف شخص على شخص تاني بتقول له this is وتذكر الشخص دامين this is my friend هذا صديقي this is my brother هذا اخي this is my teacher هذا مدرسي طيب في صيغة تانية اعرف بها شخص على اخر ايوه ممكن تقول have you met يعني هل قابلت my friend احمد have you met professor john يبقى لما نيجي نعرف شخص على شخص ممكن نقول this is او have you met ونذكر الشخص دامين بعد ما قال له this is my friend bill قال له he thinking of joining our school يعني هو بيفكر في الانضمام لمدرستنا مش هنركز في الجزئية دي هندخل على الجزئية اللي بعدها would you mind telling us about the process would you mind ده تعبير معناه هل تمانع بيستخدمه لما نيجي نطلب من حد حاجة طريقة رسمية فهنا بوب يقول للمدرس would you mind عندك مانع telling us some information about the school ان تخبرنا بعض المعلومات عن المدرسة بغض النظر عن التكملة احنا عايزين نركز على would you mind هل تمانع دي احدى طرق الطلب الرسمية ومش هنقول باقي طرق الطلب لان الطلب هيجي في درس تاني لوحده بعد كده المدرس هيرحب ببيل اللي هو الطالب الجديد وبيل هيرد عليه نشوف المدرس قال ايه نسمع هلو بيل it's a pleasure to meet you please stop by my office next week please to meet you sir thank you so much for helping us هنا المدرس رحب ببيل قاله هلو بيل لما تيجي يترحب بحد ممكن تقوله هلو ممكن تقوله hi وعندنا hello دي صيغة formal يعني صيغة رسمية للترحيب يبقى لما يكون في شخصه ما تعرفوش اول مرة قبله ما ينفعش تقوله hi لا لازم تقوله hello اكيد انت كده فهمت ان hi دي الصيغة غير الرسمية عن تقولها لصحابك فالمدرس قاله hello بيل it's a pleasure to meet you ده تعبير معناه مبسوط اني شفتك سعيد برؤيتك فلما تقابل شخص الاول مرة وتحب تعبر عن ساعتك بمقابلته او برؤيته بتقوله it's a pleasure to meet you ممكن برضو تقوله nice to meet you يبقى nice to meet you it's a pleasure to meet you دول تعبيرين معناه مبسوط اني شفتك او سعيد برؤيتك بنستخدمهم لما نقابل شخص الاول مرة ونحب نعبر له عن ساعتنا بالمقابلة دي بيل رد على المدرس قاله pleased to meet you pleased to meet you ده تعبير ثالث معناه برضو مبسوط اني شفتك او سعيد برؤيتك يبقى عرفنا انه لما تحب تعبر عن ساعتك برؤيت شخص بتقوله it's a pleasure to meet you او pleased to meet you او nice to meet you او مبسوط اني شفتك والرد بيكون نفس الكلام زي ما احنا شفنا المدرس قال it's a pleasure to meet you بيل رد عليه قاله pleased to meet you بعد ما رحبوا ببعض بيل عايز يشكر المدرس فقاله thank you so much for helping us طبعا عارفين لما يجي اشكر حدا يقوله thank you وده تعبير كلنا عارفينه المهمة بقى لما حدي يقولك thank you ترد عليه تقوله ايه نسمع المدرس قال ايه البيل نسمع مع بعض you are welcome i am happy to help you are welcome يعني على الرحب يعني رحت امرك يعني ولا يهمك احنا ممكن طبعا نختصارها ونقول you're welcome طيب فيه فرق بين اني اقول you are welcome بدون اختصار واني اقول you're welcome باختصار طبعا you are welcome بدون اختصار دي the formal way يعني الصيغة الرسمية دي اللي بتقولها للناس الاغراب او اللي هما اعلى منك ولكن لو قلتها بالاختصار وقلت you're welcome دي the informal way يعني صيغة غير الرسمية زي ما قلنا ليا مع صحابك او الناس اللي انت تعرفهم وفي صيغة تانية للربض على الشكر برضو informal اللي هي don't mention it وده نفس المعنى بالضبط زي ما قلنا ولا يهمك او تحت امرك دلوقتي عايزك تسمع المحادسة كلها مرة كمان وتحاول تركز على التعابرات اللي احنا قلناها مرحبا good morning mr pénit how are you doing good morning bob i am doing well and you i am great thank you this is my friend bill he thinking of joining our school would you mind telling us about the process hello bill it's a pleasure to meet you please stop by my office next week pleased to meet you sir thank you so much for helping us you are welcome i am happy to help بعد ما سمعنا المحادثة وطلعنا الجمل والتعبيرات اللي فيها وعرفناها كويس عايزك تسمع الدرس مرة كمان وتمسك ورقة وقلم وتكتب التعبيرات والجمل دي وتحفظها كويس وتمريسها زي ما قلتلك وطبعاً مفكرك ان مواعيد درسنا هي السبت والثلاثة من كل اسبوع اشوفكم السبت الجاي بإذن الله في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته